يعني بعد ما نكمل رندر الصورة نحتاج ونحسنه فيها في مثلا نزيد الإضاءة أو نحسنه من الألوان ونضيف بعض التأثيرات وهذه كنت ندر فيها في الفوتوشوب ولكن حاليا نوجد نافذة في بلندر اسمها ممكن نحسن بها الألوان للصورة بدون ما نعدل في الفوتوشوب أو برامج ثانية وكل من داخل بلندر فتوب ممكن بس تواجهك مشكلة هناك بالخطأ سكرت النافذة بتاع الرندر فهنا لو تريد ترجع النافذة ممكن من رندر تختار اه اف اتاش تضغط من الكيبورد أو تختار فيو رندر يرد لك اخر صورة كنت مرندرها عشان نعدل في الصورة هتنزلها مواقعا هتنزل لها تنزيل هتمشي نافذة اسمها بعد ما تكمل الرندر من تختار اوكي هيعطيك الصورة اللي طالعة في الرندر اللي هي هذي وهنا الناتج النهائي اللي هو في الكمبيوتور هتسحب بلندر تقسم بشاشة تسحب الى اليمين تحط بهذا الشكل وتحط صورة الرندر في جهة اليسار عشان هنشوف شو المتغيرات اللي تصير فلو حب انها كتعدل مثلا على الاضاءة هجي من اضيف نود في الكلر اسمه اكسبوجر اوكي هتحطها قدام الصورة الاكسبوجر هذا هيك كلمة نزيد الاكسبوجر كلمة نرفع في اضاءة الصورة لو اضاءتها مثلا ضعيفة حسب ما انت تشوف ثاني نود معنا ممكن نحتاجه من اسمه هنضيفها قدام طبعا مش لازم الترتيب هتحتاج انت اللي تبي منهن فالقاما كل ما نزيدها كل ما يزيد للتباين في الصورة لو كانت باتا ولو كانت غامقة ممكن يفتح لي الصورة اكثر فممكن انا هنخليها سفر بوينت سبعة وتسعين مثلا لهذا المشهد تحديدا ممكن نقص في الاكسبوجر الى بوينت تسعة بوينت ثمانية بهذا الشكل اوكي اه النود الاخر اللي ممكن تحتاجه من اد نود اسمه اوكي وتربطه حتى هو اماما يجد الصورة بدل ما تبدأ على طول تعدل في الاضاءة تعدل في التباين وهنا في شيء اسمه كلمة زيدة كلمة يزيد لك تشبع الالوان كلمة نقصة كلمة خلي الصورة باتا لان تصبح ابيض واسود فمثلا واحد طبيعي لو شفت ان الوان مشبع زيادة ممكن تنقص في الساتوريشن لو شفت ان الصورة الوانة باتا ممكن تزيد في الساتوريشن فانا مثلا هنخلي بوينت تسعة وثمانين الصورة هكي باتا اكثر واحد بوينت سفر مثلا ثمانية تزيد التشبع اللوني فانا ممكن هنخليها سفر بوينت ثمانية وتسعين نقلل شوية في التشبع اللوني ونزيد في الغاما ثمانية وتسعين مثلا اوكي فهذه الصورة قبل التعديلات اللي درناها في لو ربطناها مباشرة كانت طرع من بالشكل هذا بعد ما درنا التحسينات عليها نتيجة نهائية تمت بالشكل هذا او حد قدرنا نحسن منها اخر الفلتر معنا ممكن نضيفوه من قائمة شي اسماه اللي هو هذا لو ضفت عطيته هنا هيبدأ ثقيل شوية او يحمل في الصورة فهو يبدأ يضيف لك في زي الشعاع للاضاءات يعني يقدر في تأثير زي النجوم ممكن تغيره الى مثلا فوق يعطيك تضبيب بهذا الشكل يجد هذا بدون الفلتر وهذا مع الفلتر بهذا الشكل تقدر تغير من هنا الى لو او هاي يزيد الدقة او الجودة متاعها اكثر ممكن هنا تزيد كل ما تزيد يزيد تأثير متاعه فحتى المشهد نفسه تشوف كأنه بدأ في اضاءة مضبل ومثلا هيكي بدون الفلتر وهكي لو ضفت شعاع او التأثير متاعها الخاص به كأنه يعطيني مود للاضاءة افضل يعني بعدين هنا النودات اللي غالبا نستخدم فيهن او طريقة المعالجة او بعدين هاجي تخزن الصورة من تختار سيف في السيف تتأكد ان الصورة جي بي جي والكواليتي عالمية وتمشي للجهاز تختار المكان اللي انت حاب تخزن في الصورة تعطيها اسم من هنا مثلا واحد اثنين او شيء وتقولها سيف فلو مشينا مثلا انا خزنتها في الفيديو وهذه هي الصورة النهائية لطلع تمانا اشتركوا في القناة